ايه الحكاية؟ انا كنت حسألك نفس السؤال البرقية بتقول ايه؟ بتقول ان الفوج هيوصل في معاده بس بتطلب مننا اننا نتصل بسوزات فينيس لو اسم سوزات جاه في اي برقية من اي عاصمة او دولة في العالم يبقى ده معناه ايه؟ معناه انه وقف نشاطي في الحال بس ايه؟ طب لو اسم سوزات ده جاه في حاجة تانية حاجة زي ايه؟ صدفة مثلا او فم نقشة مع بحدي اصل اسم سوزات ده شائع جدا يا سيد نديم اولا الاسم لازم يبقى شائع اه عشان ما يصيرش الانتباه ثانيا انا قلت لو جه في اي برقية من اي مكان في العالم طب افهم ده بقى معناه ايه؟ يبقى معناه ان انا اكتشفنا ان في حواليك حاجة مش مزبوطة مش ضرورة تكون بتتعلق بيك انت او بالمجموع اللي بتشغالها هناك الحلقات اللي زي دي ولا ان الاجهزة بتنشط في اوقات معينة يبقى من الافضل انك توقف نشاطك تماما ولا تعملش اي حاجة لا انت ولا المجموعة اللي بتتعاون معاك غير شغلكم الرسمي وبس حتى لو كان في اي معلومات مهمة مهما كانت المعلومات تتوقف تماما يعني ما فيش مدة محددة؟ مهما طالت المدة ولا ترجعش نشاطك اطلاقا الا لما نديلك الضوء الاخضر ونقولك كمان الاسلوب اللي هترجع بيه للنشاط تاي ناوي ترد عليه وتقول له ايه؟ لم ترايك ايه؟ العقد اللي بيننا وبين مرياكا بيقول انها الوكيلة بتاعتنا بفرنسا كلها مش بس باريس خلاص ايه ما اعطي لهم جواب المعلة يا ريد تكتبي الجواب لمولاك الليلة عشان اشوفوا اول حاجة بكرة الصبح انتها مش شايف ان الموقف صعب حبتيني تعال امفكر بصوتها عاي هم اتطروا انهم يفرجوا عن ألبيرتو بلدوني خوفا من حدوث ازمة دبلوماسية بينهم وبين ايطاليا وكانت حادثة مدعاية وجزاة للقشة اللي لازم يتعلقوا بيها وتقديراتنا بعد ما قبضوا على بلدوني كانت صحيحة واتضح ان البحث كله من اوله الاخره كان مجرد فابركة ايه بس اسررنا على ان احنا نجيب البحث برضو كان مفيد جدا وكان رد طبيعي على اللي هم عملوه وهو ده اللي هيخليهم محتاجين لأي حاجة يغطوا بيها القلم اللي خدوا طب ايه اللي يقل في كده انا بحط لنفسي مطرحهم يا سيد نديم كنت هتعمل ايه؟ من خلال دراسة للمجموعة اللي بتشتغل دلوقتي في المساد حاسس انهم ممكن يرتكبوا اي حماقة ماء ما كانت ايه؟ هم واسقين ثقة كاملة ان احنا اللي عملنا كده ده شيء طبيعي في الحالة دي حيركزوا البحث في وسط اليهود المصريين بالذات عن اي حد يكون متعاون معانا وده كمان شيء طبيعي احنا كده انه رافض في خطر انت مش بعتله التحذير ايه والبرقية اكيد وصلته ايه الداعي للقلق بقى ما هو اه كمان حنبقى مضطرين ناجل برنامج التدريب الجديد ليه؟ عشان سفره ما يصيرش اي شكوك ايه بس اه لو في فوق طالع ابرص ورقفة يسافر معاى من غير اي تغيير في خططه ده حيبقى ادعى لنطمناه كلامك ده سايد نديم يفرق شعرا يفرق شعرا انا عارف بس هيفضل قدامك انك تختار بين سكتين ما لهمش تالت وفي السكتين الخطر موجود وقائم يظهر انك نسيت حاجة مهمة قوي عزيزة ايه يا فم؟ ان وجود رقفة في تل قبيب في حد ذاته خطر ايه يا فدد؟ راف سيرن بن عميتي موجود مع السكرتيرا في المكتب ودعوه زيبا؟ اتنسامحون بن عميتي بيعتبر نفسه صديق ليك وهي قلت له ايه؟ لسه معرفش لحظة واحدة زي ما قلتلك بالظبط طالب مقابلة شخصية رب سيرن تقدر في الفترة شكرا لكن ارجوك بلاش تاخد من وقت كتير لانه مشغول جدا وعنده مواعيد تانية امر طبيعي ايزاك اللي هتقولك كده لكن ديفيد انت عارف انا جاي ليه؟ اوه ده الغلط غلط؟ يا زهرب انتش حاسس باللي بيدول حواليك اللي بلدول انا فعلا سمعت الكلام كده انما انا عارف كمال ان البلد في حالة عصبية ايه طب احنا ملن احنا ممالك في ظروف زي دي المساد لا بتفرقش بين ناس وناس يمكن انت معاك حق لكن لاحظ كمال انهم باضربوا في كل الاتجاهات طب انت شايف ايه؟ شايف ان انا اتوقف على النشاط تماما في المرحلة دي احنا مش محتاجين لمشاكل ما لهاش اي لازمة ايوة لكن ما تقلقش ما تقلقش المرحلة هيفضل مستمر زي ما اقول طب هو المعلمات اللي معاه لما اقول تتوقف على النشاط يبقى تتوقف على النشاط فورا ومن نفس الثانية في حاجة ايزاك ما كنت عايز اسأل عن علاقتنا الاجتماعية يعني لو اتقابلنا مثلا عند سيرينا كل حاجة اعتفضل زي ما هي من غير اي تغيير اهم حاجة انك تتوقف على النشاط تماما تهتم اكتر بشغلك علشان يصق فيك اكتر المكافيات كمان هتبقى اعظم اوكي اوكي دانيد 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 اوكي المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة خصوصاً بعد الراجب التركي دا ما هرب منه قدي ايه انا محظوظ لانك صديقي دا المهم ان اي نشاط لابد انه يتوقف دلوقتي لحد ما تهدأ الامور قلت ايه ديفيد؟ ايه جندي تصدر لي الاوامر من الجنرال بتاعه؟ لا علي الا طاعة انا كنت واسق انك حتى تفاهم الموقف كويس ممكن تحط معاك تقريب البرنامج التدريبي عزيزا دلوقتي مش ممكن افندم لان انا لسه ماخدناش قرار بالمكان اللي حيتم فيه التدريب ومهما كان الوقت اللي فاضل دي بتحقييش في كابوس فكرت في وصيلة تطمنوا بيها بصراحة فاندم كل الوسائل المتاحة مش كافية تحب ابعطل فرانكا مع فوج من افواج ادريلتيا؟ وليه فرانكا؟ ايه اللي في دماغك يا قلب الاسد؟ المكان اللي هيتحجز لفرانكا يتحجزلي ازاي انا دي؟ ابدا انا نفسي اشوف اسرائيل فرانكا انت فكرت في الكلام دا كفاية؟ ايوه من يوم ما اتقبض على كيفوركا ايوه بس القرار زي دا احنا ما نملكش ان احنا نخده لوحدنا؟ مش دا الموضوع يا سيد راجح ما لك ابو عدد؟ يا ترى الموضوع يستحقنا ان احنا نضحي باسمت واحد في المليون حتى انك تنكشف ايناكا احنا خسرنا كيفورك النتيجة لحمقتك ولازم رقفة الهجان يعود التشارة دي ليستفيد منه كل دا ممكن من غير من جزء وممكن بمشوار زي دا تتضاعف الفايدة لو تحطته بخطة متكفة نديم اصرف نظر على الموضوع دا ما دارش يا خنان يعني ايه؟ رقفة الهجان دلوقتي بالتأكيد عايش في جحيم لو ما خدناش خطوة تعد اليه ثقة في نبسه والاهم من كده ثقة في المال على ما معرضين ان احنا نقصر انت كنت عارف الموضوع دا عزيز؟ اول مرة اسمع بيها خنان ويا رائب؟ هو دا نديم قلب الاسم على يعني موافق ومتحمس كمان نديم ايه اللي خليك تفكر في موضوع زي دا؟ ما رفت برقفة الهجان بتخليني واثق ان اللي حصل في الفترة اللي فاتت حيكون ليه تأثير سلبي على ادابه واي وسيلة عادية هنحاول نطمنه بيها مش هتكون في مستوى الخطر المحيط دي فعلا كل دا كويس انما دخونك اسرائيل في الظروف زي دي محفوف بمخاطر ملايش اي انوت ويمكن تكون دي انسف زروف ادخل فيها بسرائيل ازاي؟ معقول دا؟ ايه الكلام اللي بتقوله دا يا راجح؟ نديم شايف ان رحلة زي دي حتكون مفيدة جدا لتلتمية وتلات عشر خصوصا بعد قوع كيفورك نديم الشخصية عادية علشان يفكر في خطه زي دي احنا قلبنا الموضوع على جانبه لكن الواضح ان نديم مقتنع تماما بالفكرة وانا بتصور ان دماغه فيها خطه وانت؟ انت ايه رأيك؟ انا الحقيه شايف ان هي مجاسفة خطيرة جدا لكن اتيجها هتبقى هيلة لو ربنا وفقنا واه ايه رأي عزيز وحسن؟ عزيز متحمس لكن حسن متحفز وانا رافض عارفة سيرينا مشكلتك معي ايه؟ انك مش بتفصل العواطف عن العمل الاخلاق ما تجزقش عمون السياسة هي فن الممكن سيرينا والاقتصاد؟ سيرينا احنا عايشين في وطن والوطن ده لو احتياجات لازم نكون على مستوى الحصار المضروب حوالينا تعرفي ابسط مشكلة احنا بنواجهها ايه؟ احنا الدولة الوحيدة اللي كل حدودها بلا السسناء مع عدقة وايه المطلوب عمون؟ نعاود الاتصال بهلن ما تنسيش ان المشكلة مع هلن ما كانتش الفلوس بس وما الايه المشكلة؟ الخبرة الالمانية في المناجم والمعدات اللي حتتكفى بتوردها ثم ما تنسيش انها كانت موافعة على مشروع الفسفات طب واذا هي رفدت؟ وولو انت اقتنعتين واقنعت سامحون ان يشاركها نبقى عطعنا نص المشوار صباح الخير يا سيد نديم اهلا العزيز استفضل الدكتور خالد بيسأل على معادل اجتماع اجتماع ايه؟ ما لك يا قلب الاسد؟ رئيس المخابرات رفض وده كان متوقع بشكل او باخر؟ ليه؟ لا ايه المعضلة يعني في ان انا ادخل اسرائيل؟ عموما يفضل قدامنا ما يفضلش انا طلبته وقبلته دي دي مخاطرة يا نديم مهما كانت ضوابط الامن فيها محكمة المخاطرة تنتفي يا فندم اذا كانت الخطط الموضوعة متقنة اذا كانت المشكلة في 913 نقدر نبعث له حاجة دا دا كان اقتراح مطروح فعلا في الاجتماع انا فندم فكرت في الاقتراح دا قبل حتى ما ينترح في الاجتماع بس لقيت ان النتائج مش هيكون لها نفس التأثير اللي هيعمله وجود حد مننا قدامه جوه تل قبيل مش هايف انك بتبالك سوية؟ معرفتي بـ 313 واحتكاكي بيه بتقولي ان مفيش اي مبالغة في كلامي خصوصا لو تصورنا حالة الهستيريا اللي موجودة في تل قبيل دلوقتي فعلا التقارير اللي بتوصل من هناك حتى التقارير الصحفية بتقولي ان الجو عندهم متوتر جدا وداي خلينا تصور ان ديفيد سامحون اداءه حيتأثر جدا اذا ما كناش نعمل حاجة تعيد اليه ثقته في نفسه وتزود ثقته بينا والنقطة دي بالذات هتكسبه توازن في حركته هو في اشد الحاجة اليه دلوقتي هي دي كل الاسباب اللي عندك الاخ مصطفى عبدالعظيم كان يتكلم مع عزيز في حاجات غمضة ومش فاضحة كده في التصرفات دي ايه الحاجات دي يا عزيز انا تقدير يا فنم ان 313 بيمر حاليا بازمة عاطفية عنيفة وهي باول مرة ايوا بس المرات دي مختلفة يعني نفس المشكلة اللي ضيعت كفورك وده قدعم يتخلص منها يا فنم بس لما نعرف الاول هي مين وايه طبيعة الالاقة اللي بينها ايه اخبار الست الالمانية اللي عاوزة تعمل معها بزمس يا راجح؟ تحرياتنا يا فندم والدراسات اللي اتحطط بتحبز انه يدخل معها في مشروعات محددة والمجند الاسرائيلي؟ قررنا كان بالرفض تفضل حاجة كمان يا فنم في ايه نديم؟ المفروض يا فندم ان 313 يهودي شرقي سفرديم ومدعاي بتعلمينا سفرديم وكفورك برضو كان محسوب بشكل او باخر على السفرديم ومش لازم ننسى ان ديفيد كان في فترة من الفترات محل شكوك كل ده بيمسل ضغوط شديدة عليه غير كده عاوسوا ليه؟ انا تقديري للموقف واعتقد ان الاخ عزيز متفق معايا في ده ان ديغت في اول مقابلة هيطلب اعفاء ومن المهمة كلها ايه رائك يا راجح حقيقة يا فندم قدام حماز بالشكل ده الانسان مايملكش غير انه يعجب بيه فكرت في الطريقة اللي هتدخل بيها يا نديم حسن حظة فاندم ان انا بعرف فائد فرسي عاوز تدخل اسرائيل على علمك يراني انت اللي ممكن تحل كل المشاكل دي دافت بلاش تضغطي علي قوي كده سرينة انا مش فاهمة ايه المشكلة انك تعمل بيزنس مع هلم انا ما رفضتش التعامل مع هلم انما فيه اولويات سرينة ماجي تورس مش كده لو انك رجحت تقرير السياحة السري اللي انت دي الدهودي كنت هتعرفي ان ماجي تورس حقاية نجاح ملحوظ اول سنة اللي فاتت هم كمان واثقين انك هتعمل مشروعات نجحة اوي مع هلم مين هم دول سرينة ديفيد ما تفهمنيش غلط ديفيد احنا عايشين في وطن والوطن ده له احتياجات ما لك ديفيد فيه ام ديك انا انا فيه حاجة غلط اي اعمى يشوف ده يبقى اكيد انا نظري بقى ضعيف بتحب حنة بلومبيرج للدرجة دي اهمى انا اصلي مش عايز اشغلك معي بمشاكل خاصة مش يمكن انا اللي عاوز اشغلك بمشاكل خاصة اهوه قوي تكوني بتحبي سرينة انا مش كبيرة قوي على الحب ديفيد انا قاسب سبيل انا وقصد ديفيد انا عوزاك تديني كلمة طيب اعطب بس اعرف مين هو حبيبك مش قبل ما تديني كلمة بخصوص هلم ريكلدشتاين في حاجة مهمة احب اقولها لك ايه هي اسلوب التهديد اللي انت بتستعمله معايا اصبح ممل جدا تهديد انا مرفضتش التعاون معاكم في البداية واعتقد انهم فاهمين كده كويس في تل قبيب عارفين ان عندي استعداد لمناقشة مشروع الفوسفات رغم خطورته هو استخراج الفوسفات خطير عندي في الشركة قسم للابحاث ودراسة المشروعات ودراسة الجدوى الخاصة بالموضوع ده هوت ستفحق طيبة اعمالي لمرجعته من تل قبيبك اخشى ان يكون خيالك راح لابعد بكتير من اهدافنا المتوضعة من قالك ان خيالي راح لبعيد رغم سوء استقبالكم ليا في تل قبيب من اول ليلة اعمالي بن اهارون مستعدة اعتذر عن هفوة مكنتش مقصودة وانا مستعدة للمناقشة في المشروعات اللي تناسب نشاطاتي فقط مش اللي تتفرد علي اعتقد ان سرينة اهاروني كلمتك عن ديفيد شارل سامحون اه ده اللي بيشتغل في السياحة طموحات سامحون اكبر بكتير من السياحة هير جولدشتاين ايه رايك نكشف ورقنا البعض ونتكلم بوضوح واعرف طلبتك مني ايه بالتحديد انك تفهم انك سفر دين مهما كانت مكانتك او قيمتك او قيمت اسمك سرينة انت انت وعدت انك تفكر في كلامك لا دي الدكتاتورية بقى سرينة مرة اخيرة احب اقولك وبوضوح الوطن في بعض الاحيان بيبقى محتاج لانواع معينة من النشاط الاقتصادي المفروض ان احنا نساعده ان يقوم بيه حتى لو كانت المشروعات دي خسرانة انا اخدت وعد بتعويض الخسارة اذا حصلت المهم يبقى فيه واجهة محترمة للمشروع فهمت بيفيد ولا تحب اوضح اكتر وبالشكل دي يا نديم تقدر تدخل تل ابيب وتطلب مقابلة بنجوريون بنفسه بدون محد يشك فيك يفضل يا فندم لقائي مع رقفة الهجانة احنا عندنا تلت حلول تقدر تختار اي حل منهم انا رأي يا فندم انه ما يختارش من دلوقتي يعني ايه يا عزيز يعني انت تسيب المسألة دي لغاية ما توصل هناك وهناك تختار الحل اللي يناسبك ويناسب ظروفك انا موافق على كلام عزيز خصوصا انك ممكن تقامل هناك مفاجهات غير متوقعة الحياة يا فندم انا الشغن دلوقتي حاجة اهم مكان التدريب الجديد ادومنا اتخاذنا القرار بان العملية تم كلها مع بعضها يبقى اكيد تحديد المكان هيأثر على مشار حركتي هناك الدكتور خالد على وصول عملت ايه في كتاب الشفرة يا عزيز الحياة يا فندم انا حظي كان كويس جدا ازاي؟ صادف ان انا نزلت مكتابة في قصة البلد من كام يوم لقيت رسالة كتب لسه وصلة من اوروبا وفيها كتاب عنوانه ملائم جدا لرافة الهجان ايه؟ كيف تعامل المرأة؟ سيادة كرفت ازاي؟ اه؟ هو الكتاب عنوانه كده فعلا؟ المهم ما يكونش في الكتاب اي علامة تدل على المكان اللي اشتريته منه اه طبعا طبعا يا فندم واشتريت نسختين؟ ما كانش ممكن لان ده كان حيلفت نظر البنت اللي بتبيعها طب مين اللي اشتريلك النسخة التانية؟ صديق ليه اشتريلي نسخة في نفسي اليوم طبعا تخطي منه طريقان الصبح يا سيد راجح احب اعرفك ان عندي مشاكل كتير بالنسبة للعملية دي كنت قابن فرانس؟ قابن فراوريشتر سانس فراوريشتر اعزى بكلل بعادة تحب اجزي كاس؟ انا حاكاحل كاسين ، شكرا جبراوريشتر قاعد قلنا له كفاية تمثيل قلنا بيتر كول أعتقد أن الإسرائيل بيشوقه في وجودك عندي أقدر أعرف السبب اللي خلاك تقولي كده أنت عارف طبعا أنهم يدوروا على العيخ من بقالهم مدة طويلة ده مغبش عن ذهني لحظة واحدة وبالتالي بيدوروا عليك أعتقد أن يتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في وجه تلك هلن هلنه بس لحظي أن الزمن عودني على حاجات كتير عندي أسئلة كتيرة قوي عايزة سألها وأنا مستعد الإجابة أنت متأكد أنك أنت أعدمت كل الأوراق اللي تخصوا جوزي أنا متأكد أن أعدمت كل الأوراق اللي كانت تحت إيدي وبالنسبة لبابا؟ أحب أعترفلك بشيء ما خطرش بالك طول السنين اللي اشتغلتها عندك هنا تعترف لي بإيه؟ ولدك كان له نشاط معادي للحزب النازي أنت بتقول إيه؟ هي دي الحقيقة بابا كان عضو في الحزب كان عضو، كان في أعضاء كتير في الحزب النازي لهم نشاط معادي ليه؟ وإنت ما قلت ليش ليه؟ كنت حاط رفوضي تشغليني عندك فرانز إيه اللي خلي قل قلني لبيتر قل من فضلك مش فهم حاجة خلاص شوفي هيلين بعد استسلام ألمانيا كان لازم أدور على مكان اختفي فيه في الوقت ده كان كل النازيين اللي بيطردهم الحلفاء والصهيلة وضعين خططهم على الاختفاء خارج ألمانيا في أمريكا اللاتينية في قرى بعض الدول الأوروبية أو في أفريقيا وكنت على يقين إنهم حيوصلوا لهم بعد ما تهدى الأمور وإنهم حيكسفوا البحث عنهم بالشكل ده لقيت إن أنسب مكان ممكن اختفي فيه هو ألمانيا نفسها لأن محدش منهم حيفكر أبداً إنه ممكن اختفي تحتينيه ولما خطر لي أشتغل عندك هنا كان في عوامل كتير بتدفعني لده منها حبك الشديد لبوك الراحل واضطريت إني واضطريت إنك تخبي علي حاجة مهمة زي دي كنت في حاجة شديدة للضغط عليك إيلين أكثر من اللي عمله جوزي الأب يختلف يا عزيزتي وعلاقتك بأبوكي كانت مختلفة عن علاقتك بجوزك عندك ما يثبت ده للأسف أنا حرقت كل ورقة تخص أبوكي بالذات لأن الأوراة كانت من دي أنت ممكن تلاقي اللي يثبت إن أبوكي كان عضو في الحزب النازل لكن من المستحيل تقدري تثبتي إنه كان له نشاط معادي لي ما تخدعتيني؟ ما كانش قدامي هيلين طريق تاني وسط الجنون اللي اجتاح ألمانيا في الحرب العالمية التانية كل السنين اللي فاتت ديه كنت بتخدعني هي دي الحقيقة لكن يغفر لي إنه كنت وافي ومخلص ليكي لدرجة مستحيل إنك تصدقيها أنا مش عاوز أعتذر كل اللي قدر أعمله إنه مستعد لأي شيء تطلبيه كنت حجدن عنك بقى لي شهرين ودلوقتي هيلين تقدري تلتاحي وأنا مستعد لأي شيء تطلبيه رايح فين؟ رايح بيتي بقى وتأكدي إنه هكون في انتظار أي مصير تختاريه لي أنا محتاجه لك إيه اللي شغلك في الخريطة دي يا دكتور خالي؟ يا سيد راجح أنتوا هنا بتتناشف وسائل التأمين وإيه ميزة المكان ده وعيوب المكان ده واحتمالات إنه انكشف وده من حقكم زي ما هو منوريبكم بالضبط لكن اللي شغلني أنا قبل أي حاجة تانية هو صلاحية المكان لاستقبال اللاسلك من هنا من مصر إذا كنتوا هتبعتونه لسائلكم من فلسطين يبقى لازم نختار مكان تكون طبيعة الجغرافية قريبة من الطبيعة في فلسطين ممكن توضح لنا أكثر فلسطين فيها جبال والجبال دي لها طبيعة معينة وعلشان تجربة الأستاذة تنجح يبقى لازم نختار مكان تكون طبيعة الجغرافية قريبة من الطبيعة في فلسطين وإذا كنا حنضربه على الاستقبال وبس يبقى لازم يعمل قدامي كام تجربة ونبعته من هنا كام رسالة على وجه التحديد ويحلها قبل ما يرجع تلقى بيك ثم إني عاوز أتأكد بنفسي من بعض الأمور الفنية زي مثلا إن الإشارات اللي هتتبعت من هنا هتوصل عنده بوضوح؟ طب ما تقول لنا على مكاني أصلا وقالا لو كنت عرف كنت قلت يا سيد راجح فكرت في مكاني يا عزيز أبرص يا عزيز وإيه الأخبار بتاع المخمود بيه؟ محتاس يا أخوة يا خاجة ليه مالو كفال السر؟ هو؟ هو أيان ولا خاجة؟ لا سكان عمل حدثة عربية طلع منها أعصابه تعبانة خالص مسكين وده كاتر قالو إيه؟ قالو لازم يريح أعصابه في مكان هادي أسبوعين ثلاثة اسمع إسكندرية دلوقتي الجوه عال لا محمود بيه بيفكر أنه ياخده ويروح أتينا إيه؟ ما لك يا خاجة؟ أنت قلتي أنه عاوز يروح بيه لأتينا؟ وليه لا؟ وليه مسيروك كوبروس؟ آه أنت بتعمل دعايا لبلدكم؟ أم سوف أزيز بيه فيه في نوكوسية مكان بعيد عن البلد يجي عصر خمس تاصر كيلو بعيد حتة مكان هادي جميل فلا مفيهوش ابن 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 يومين سريخ اللي انت قلته قالي دي؟ سريخ ابن يومين آيو آيو وده يروحول إزاي؟ أنت تعرف التفتف بطرس بار؟ آه أعرفه بس ده مالو مالأبرس في نوكوسية فيه أوتوبيس مفتوخ من كامبين زي التفتف وليه محمود بيه يركب التفتف دي أو تاكسي مس مهم وروح في اللات برا البلد في اللات؟ آيوه إن أكبر البلد فيه في اللات مية كل واحد بعيد عن الثاني مفيس خط بيخس بخط ودي آآ بجارة كان في اليوم سوف إيه دي؟ انت فين؟ أنا هين؟ سوف قولي محمود بيه يروح يسأل عن كرياكو ستابرو عمدة قبل دي يقول له أنا جاي من عند كوستا وخلاص يعني ايه وخلاص؟ هو كده وخلاص هو هيرياخو هو واخوه ويخلي يجي سنجة عصرة ده قريبك؟ لا صاحبك؟ إيه دي؟ إنت هاو استعرفي إيه؟ أنا كل سنة يروح عند كرياكو من أسبوع سنرايخ اللي أصابت على أنا آآ يا سيدي إنت بقى والمدام سوف أنا أقول إيه هو أقول إيه؟ إيه؟ فيه إيه يا خواج؟ أنا بقول لك أنا بروح أسان الرايخ اللي أصابت على أنا تقوم بتقول لي مدام؟ تحب أن راجع لخطوط العريضة سوا؟ اللي تشوفه سياتا جفان انت ناديم طيارتك هتوصل طهران حوالي منتصف الليلة في مطار طهران حقابل سمير عبد الله هاروح معاه غاير هدومي وبعدين هارجع عن مطار تاني واخد طيارة تلا قبيب في الفجر جواز السفرة حيكون معا باسم حسين مرزا علي تاجر سجاد إيراني وأصواب مهمتك في تل قبيب البحث عن وكيل لتجارتك في تل قبيب حكون في القوتيل الساعة 9 أبو مهند حيكون هناك في الوقت المناسب بس خلي بالك ما تقعدش في تل قبيب أكتر من 24 ساعة والبرقية؟ البرقية حتوصل لك من طهران تطلب منك سرعة السفر لروما في روما حقابل حسن القطار مصطفى عبد العظيم حيوصل روما بكرة الصبح وفي المعاد بالزبط حيكون في فيلا بورجيزي أبو بالنسبة لعزيزي فكرت في مكان روما يا عزيزي أنا متهائل إن أنا هلقيته فعلا يا فن ولو ربنا وفقني مش هقعد في قبرس أكتر من 48 ساعة أبو انت بالشكل ده هتوصل روما قبل نديم بيوم روما؟ أيوة روما يا عزيزي ليه في حاجة فن لما توصل روما هتعرف المهم إنك إنت في المعاد تكون في فيلا بورجيزي عشان تقابل مصطفى ونديم ودكتور خالد انت تسلم المفتاح لمصطفى وهو حادث خلاسفا تحت أمرك بالتوفيق يا عزيزي شكرا يا فن طيب أشوف وشك بخير يا سيد راجح لا انت حتيجي معي عشان السيد رئيس المخابرات عايز يشوفك موسيقى 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 نزيم أنا وفيت على صفرك لأني واسك من تقديرك للموم طلق يا فن ما عنديش حاجة ولهالك أكتر من إن البلد محتجا لك كدة خليه على الله يا فن خلي بالك من نفسك ومش عاوز أعصيك بالحصر الشديد في اتصالك بـ 813 تأكد سيادتك إن أنا هنرفف تعليماتك بالحرف الواحد في رعاية اللي أهمني موسيقى 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 شكرا موسيقى 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 فيلا كويسة جدا مناسبة قوي يا خواج افخر استو خبيبي هو ابن عام التالقين تاليته ومكان خبيبي حيجي يوم ستاشر يوم ستاشر الفيلا تكون جاهز خبيبي اي انا هتفع دلوقتي اه اربعين جنيه والباقي لما ييجي موسيقى بخار استو خبيبي انا ادي لانت وازل انت ادي لابن العام بتاع انت الوازل وانا ادي لابن العام بتاع الانت مفتاخ الفيلا استبينا خبيبي استبينا خواجب موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيبوركي عبيان مصري من اصل ارماني كان موجود في تل قبيب من ثلاث سنين وكشفه ازاي؟ ابدا كان بيحب بنت اسمها لويز شكت في بعض التصرفات وبلغت عنه اشتركوا في القناة 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 ليصلكم كل جديدنا